موسيقى النصوص والبالونات النصية يسمح برنامج أنيمي ستوديو بإضافة كتابات نصية لمشروع فيلم الكارتون وإمكانية عمل بالونات نصية للحوارات بين الشخصيات ولإضافة نص نفتح قائمة draw ونختار insert text أو ننقر على مفتاحي control مع حرف T كما يمكن بالنقر المباشر على أداة كتابة النص من هنا وفي النافذة هنا نكتب النص ومن هنا نحدد لون التعبئة ومن هنا لون الحدود ونقدر نتحكم في سمك الحدود ومن هنا نحدد اتجاه الفقرة لليمين أو اليسار أو الوسط ومن هنا نتحكم في حجم الخط وعند اختيار create one shape سيصبح النص شكلا متجها ويضاف على الطبقة الحالية ولا يمكن إعادة تعديل النص وهذا يتطلب بالضرورة أن تكون الطبقة الحالية طبقة متجهة نلاحظ أن الكتابة أصبحت شكلا متجها مكونا من نقاط يمكن تحركها وتعديلها ومن هذه القائمة يمكن اختيار نوع الخط المناسب ويمكن التحكم في هذا الحرف وإعادة تلوينة أو عمل التأثيرات المختلفة التي سبق شرحوها في الأشكال المتجهة وهذه الميزة توفر طريقة إضافية لرسم الأشكال المتجهة من خلال كتابة الحروف أو النصوص أما اختيار Create Text Layer فينشئ النص على طبقة جديدة من النوع النصي وتتيح هذه الطبقة إمكانية تعديل النص فيما بعد من هنا نتحكم في المسافات بين السطور ومن هنا المسافات بين الحروف نصغر حجم النص ومن هذه القائمة نضيف بلون حول النص ونختار شكل البلون المناسب من المعروض بالقائمة ومن هذه الاعدادات نتحكم في شكل البلون وهي تختلف من شكل بلون لآخر من هنا نغير لون البلون ومن هنا لون الحدود ومن هنا سمك الحدود ومن هنا حجم البلون ونقدر نعمله إنعكاس أفقي أو رأسي ومن هذه الخانة نجعل البلون في مساحة مربعة أو مستطيلة والبرنامج لم يدعم بعد الكتابة بالعربية حتى هذا الإصدار نلاحظ التشويه في الحروف العربية وللكتابة بالعربية يمكن الاستعانة ببعض البرامج أو مواقع النت التي تقدم خدمة ضبط الحروف العربية وهي عادة بها خانتين خانة لكتابة النص المطلوب وخانة للنص بعد التعديل ننسخ النص المعدل ثم نلصقه في برنامج أنيمي ستوديو وتظهر الحروف العربية بشكل سليم ثم نختار له نوع الخط العربي المناسب ونطبط الإعدادات اللازمة له وللبلون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر